تنفيذا لتعليمات الملك محمد السادس القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية بشأن اتخاذ التدابير اللازمة لإدماج الفوج المقبل في الخدمة العسكرية ينطلق يوم غد الإحصاء المتعلق بهذه العملية التي تنتهي في الخامس والعشرين من فبراير القادم تهم العملية برسم العام الفين وثلافة وعشرين الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين تسع عشرة وخمس وعشرين سنة في فاتح يونيو في النشر نذكر بمراحل الخدمة العسكرية وأهدافها في هذا التقرير لأمين علوي 12 شهرا هي المدة التي تستغرقها الخدمة العسكرية خلال الأشهر الأربعة الأولى سيتلقى المجند تكوينا أساسيا عاما وتكوينا عسكريا فيما يستفيد خلال الأشهر الثمانية الموالية من تكوين متخصص لتطوير كفاءته المهنية خلال فترة الخدمة العسكرية يتلقى المجند تربية بدنية للحفاظ على اللياقة البدنية والجاهزية كما يتلقى تأهيلا عسكريا يساعد على ترصيخ روح الانضباط وتحمل المسؤولية بالإضافة إلى دروس في الثقافة العسكرية التدريبات التي توفرها الخدمة إلى جانب التكوين المهني متعدد الإختصاصات المتوفرة لدى وحدة القوات المسلحة الملكية تتوج مصر المجند بشهادات تفتح له أفقا مهنية واعدة في مختلف المجالات نهيك عن أجرة شهرية غير خاضعة لأي ضريبة أو اقتطاع والاستفادة من العلاج في المؤسسات الاستشفائية العسكرية والمساعدة الطبية والاجتماعية والتغطية الصحية والتأمين عن الوفاة وعن العجز مع تحمل الدولة لمبالغ الاشتراك أو المساهمات المستحق عليها وعلى المجندين برسم السنة الجارية شهدت عملية الإحصاء المتعلق بالخدمة العسكرية إقبالا مهما ونوعيا من لدن الشباب خاصة فئة الإناث عدد الشباب الذين استكملوا إجراءات الإحصاء المتعلق بالخدمة العسكرية بلغ أزيد من 178 ألف مقابل حوالي 134 ألف عام 19 ألفين